ايها السيدات ايها السادة مساء الخير اود في البداية ان اشكر كل الذين ساعدون على انجاز هذا اللقاء وزارة الثقافة بوضعها هذه القاعر اشارتنا مركز جاك بيرك بالرباط اود بصفة خاصة اشكر الصديقة العزيزة الاستاذة بين الشهيد على مساعدتها الثمينة لربط الاتصال بالاخوة الذين سيشاركون اليوم في هذا اللقاء اود ان اشكر بصفة خاصة كل من الاستاذين لانسون الميغ ونظم الجعبي على قبولهما المشاركة في هذا اللقاء الذي سيكون بكل تأكيد لقاء مؤرخين كبيرين سيقدمان لنا نتائج عملهم التاريخي لحادثة تدمير حي المغاربة التي يسميها الاحتلال معالجة عمرانية ويسميها الكثيرون منا جريمة حرب ان النبش في هذا الحي المفقود هو بالتأكيد مشروع ثقافي مهم يهدف الى التعرف على تلك العلاقة الغنية والمثيرة والمستمرة عبر قرون بين مسلمي شمال إفريقيا والأندلس وبين القدس ولكنه أيضا يجب أن لا ننكر ذلك اهتمام سياسي لأننا كمناصرين للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وكمناصرين للسلام العادل يهمنا الطابع الكوني الإنساني لمدينة القدس ويهمنا أن نعرف ماذا يحضر المحتل في القدس الشريف وكيف ستكون عليه القدس مستقبلا هل ستكون جزءا من الحل أو نزاعا بدون حل للاقتراب أكثر من الحقيقة التاريخية ومن المفترض السياسي سنكون سعداء بالاستماع إلى السيد أولا إلى السيد غانسان مميق لتقديم كتابه عن حي المغاربة ستقدمه وتحاوره الأستاذة غيطة عواد وهي أستاذة التاريخ اشتغلت كثيرا على أرشيف المغرب وتشريف على سلسلة من الكتب الجميلة المخصصة للمدن المغربية وقد كتبت في نظري على الأقل إحدى أجمل النصوص عن سلة وعن الرباط وبهذا الارتباط من كتابتها عن المدن وتقديمها لكتاب عن مدينة مرحبا دكتور نظمي يساعدني أن نستقبلك في حي آخر من أحياء المغاربة الحقيقة أن كتاب الأستاذ نظمي الذي سأحاول تقديمه في عجالة هذا الكتاب على قدر كبير جدا من الأهمية نظرا للعمل العميق والكبير الذي قام به في جمع معلومات غير متوقعة وغير منتظرة وأول شيء يمكن أن نقوله عن الكتاب أولا الكتاب هو بعنوان حارة اليهود وحارة المغاربة هو هذا التقابل بين مجالين ترابيين وإنسانيين للوهلة الأولى يبدوان متناقضين أو متضادين والواقع أنهما ليس كذلك بالضرورة وسندرك عند قراءة الكتاب أن الأستاذ نظمي يحاول أن يبرز ما وراء استراتيجية الهدم أنها ليست قرارا عابرا ولكنه قرار مبرمج ومتوجه للمستقبل أكثر مما هو نابع من الماضي والواقع أن هذا الكتاب هو عمل نادر في اللغة العربية لأننا في ثقافتنا لا نهتم حتى الآن بجمع هذه التفاصيل وإحياء ذاكرة تتوجه شيئا فشيئا نحو الاندثار وهو كتاب مدهش لأنه يعيد إحياء يبعث حياة كاملة يبعثها من الموت ويتتبع تفاصيلها البشرية والإنسانية الأسماء الناس الوظائف العلاقات الاجتماعية العلاقات مع الأحياء الأخرى في القدس منذ على مدى تمانية قرون منذ وصول بعض المغاربة لل خوض المعارك في جيش صلاح الدين الأيوبي إلى رحالة المغاربة الكثيرين الذين اعتمد عليهم الأستاذ نظمي لتقديم القدس القديمة بأعين مغاربية والحجاج الذين جاءوا وكما قال فانسون ناس الذين كانوا يأتون بطريقة مؤقتة للحج كما يقول المغاربة لتقديس حجهم وناس يأتون في البداية من أجل الحج ثم يستقرون ثم يندمجون ويصبحون من أهالي القدس ويتولون بعض المهام الكثيرة من مهام المدينة ولكن هذا البحث أو إعادة الحياة لكل هذه الأشياء التي اندثرت هو عمل مؤلم أيضا لأن هذه كتابة ليست كتابة بالكلمات ولكنها كتابة بالفقدان وبالطبع فإنه أمر جد مؤلم الكتاب في الواقع ينقسم إلى قسمين إلى ثلاث أقسام ولكن سأتحدث بالخصوص عن القسمين الأولين القسم الأول يعالج حارة اليهود الموسعة وهي ليست حارة اليهود التي عرفتها القدس قبل سنة 1948 فالدراسة هنا تفرق بين حارة اليهود وحارة اليهود الاستيطانية التي حددت بعد 67 حددت مساحتها من الجانب الإسرائيلي بقرارات متتالية لمصادرات الأملاك المحيطة بهذه الحارة وفي هذا القسم حارة اليهود سيقوم الأستاذ نظمي بتتبع الوجود اليهودي في القدس بطريقة دقيقة وعبرها قرون من مرحلة من مرحلة الرومانية إلى نهاية المرحلة العثمانية ثم بعد ذلك وسيبرز بأن هذا الوجود الوجود اليهودي في هذه الفترة رغم أنه تعرض إلى قطائع وإلى أهزات كثيرة وخصوصا في الفترة المسيحية إذ يجب لا ننسى أن اليهود منعوا من السكن في القدس من القرن الرابع إلى القرن السابع الميلادي لكن يمكن القول بأن الوجود المستمر في هذه البلدة القديمة في نفس المكان وهذا الوجود متواصل لليهود لم يبدأ فعليا إلا في الفترة المملوكية نهاية القرن 13 أو بداية القرن 14 ولم يتجاوز عدد اليهود في هذه الفترة 500 نسمة في مدينة تجاوز تعداد سكانها أنداك 20 ألف نسمة أغلبيتهم المطلقة من المسلمين لم يكن ومعنى هذا أن الوجود اليهودي على محدوديته في القدس وعبر قرون لم يكن بؤر توتر وصراع وتقاتل بين المسلمين واليهود رغم بعض الفترات الصعبة التي يذكرها الأستاذ النظمي كانت العلاقة بين المسلمين واليهود بصفة عامة حسنة كما يقول الأستاذ النظمي وقد ذكر إحدى الترائف أنه في احتباس المطار سنة 1317 اجتمع اليهود والمسيحيون والمسلمون وصلوا صلاة استسقاء واحدة وهو أمر لا يمكن حتى تخيله الآن في هذا العصر مثلا ربما نقطة التحول الأساسية في هذا الوضع هذا الوضع الهادي كانت بالتأكيد ما فعلته إسرائيل بهذه الحارة بعد حرب 67 على فكرة لقد فهمتنا من الكتاب أن حارة اليهود هذا الاسم لا يعني بأنها كانت حارة لليهود بل في أغلب الأحيان وفي أغلب العصور كان أغلب زكانيها من الفلسطينيين المسلمين وغير المسلمين المسيحيين وغير ذلك نقطة نقطة التحول إذن كانت ما فعلته إسرائيل بعد 67 إذ فضلا عن تدمير هذه الحارة فقد جعلت منها علاقة جعلت منها حارة استيطانية لا علاقة لها بحارة اليهود الأصلية سكانا وعمرانا ومخططا حضريا مما يؤكد وهذا هو العنصر الجوهري في هذه القسم مما يؤكد أن تدخل لاحتلال في هذه المنطقة كان جزءا من الاستراتيجية الصهيونية في صوغ الرواية الملفقة عن اليهود القدس وإحلال هذه الرواية الملفقة محل الرواية الحقيقية بل محل تاريخ بكل بساطة هنا سنعبر إلى الضفة المقابلة وهي حي المغاربة سيعالج الأستاذ نظمي حي المغاربة أولا لمعرفة هذه العلاقة القوية والعميقة بين مسلمي شمال إفريقيا والأندلس وبين القدس وهنا سيرجع أستاذ نظمي إلى كتب الرحالة وإلى وثائق كثيرة التي تكلمت عن هذه العلاقة سنلتقي كذلك هنا بالمجهود الكبير الذي اعتمد عليه الكاتب لأعادة تركيب الحي أو الحارة كما كانت عليه قبل سنة 1967 بمبانيها وعلامها وبالمقيمين والعابرين والمندمجين في نسيج المدينة وبتراث هذا الحي المعماري والديني والصوفي هنا فعلا منجم مذهل للتعرف على تلك الحياة التي ابتلعتها الجرافات في ليلة واحدة في المنطقة الموازية لحائة البراق حيث التهمت هذه الجرافات ما يزيد عن مئتي مبنى تاريخي مرة على بعضها أزيد من ثمانية قرون من الوجود كان ذلك في الأيام الأولى بعد الحرب وحتى قبل التوصل إلى الاتفاق في إطلاق النار ومعنى ذلك أن الأمر كان مقررا من زمان وليس قرارا ارتجاليا اندفاعيا لأن إسرائيل احتلت القدس في رمشة عين وبدالها أن تفعل أشياء استثنائية في هذا المجال لا شك أن الأمر مفكر فيه من قبل وقد أشار رانسون إلى تاريخ منتصف الاستينات ولكن أظن أن هذا الأمر كان مسطرا في الاستراتيجية الصيونية منذ زمن بعيد لقد استقطع هذا التدمير استقطع لصالح الاحتلال مساحة واسعة وهذه المساحة هي التي استعملت لإبراز حائط المبكى ولربط حارة اليهود بهذا المجال الجديد ولجعل المسجد الأقصى مجرد تفصيل في هذا المشهد بعد أن كان لمدة قرون البؤرة العمرانية والروحية الأساسية في مدينة القدس ما جرى لهذا الحي إذن وعلى نحو مشابه لما جرى لحارة اليهود يدخل ضمن الاستراتيجية التي أشار إليها الكاتب والتي تهدف إلى فرض رواية الاحتلال فرض رواية الاحتلال عوض رواية الناس الذين كانوا يعيشون في هذه الممكن المدمرة وإلى الانتقال بهذه الرواية مما يسميه الكاتب من خيال تاريخي إلى واقع مادي تجسده المباني الجديدة والإسماء الجديدة والمتاحف والساحات والأبواب والمعابر ويشدد الأستاذ النظمي على أن هذا التدمير الذي كان الجرعة كبيرة من المحو في يوم واحد ما تزال تتبعها إلى اليوم جرعات صغيرة بإصرار وبانتظام وهذه الجرعات الجديدة والمستمرة من المحو ترعاها الأوساط الحكومية طبعا ولكن ترعاها أيضا الأذرع المختلفة للحكومة من جمعيات استيطانية وتراتية وغيرها ومن ضمنها وهذا هو الأخطر في الموضوع ومن ضمنها أزيد من ثلاثين جمعية تخصصت في موضوع السيطرة على المسجد الأقصى وبناء الهيكل الثالث على أنقاضه إنها إذن ليست عملية اعتباطية أو جزئية وليست شيئا يمكن أن نضعه بين قوسين إنها تدبير منظم لإفراغ المدينة من أرواحها البشرية والرمزية وأخيرا يخصص الأستاذ النظمي قسما ثالثا وأخيرا لجرد دقيق ولتوتيق الأملاك والعقارات في بلدة القدس هذا الكتاب يستفزنا لأنه يلقي علينا بطريقة فجائية معلومات كثيرة لم نكن نعرفها ولكنه في نفس الوقت يفتح عيننا على حقيقة هذا التدمير لأننا كنا نطرح سؤالا يبدو سادجا في البداية لماذا حصل هذا الأمر بهذه السرعة وبهذا الحسم وربما لم يكن منتظرا على الإطلاق الأستاذ نظمي سأتوجه إليك الآن لننطلق في الحديث الذي ستتفضل به عن هذا العمل الكبير وألقي عليك السؤال التالي كيف مارست عملك كمؤرخ في مجال مساحته الجرافات بالكامل وما تزال كثير من الوثائق المرتبطة به موجودة في الوثائق الإسرائيلية ولم يفرج عنها حتى الآن أستاذ نظمي نستمع إليك مساء الخير أحييكم من القدس الحقيقة بأن أنا شكر فضلكم لهذه الدعوة الكريمة وكان من الأجدى بأن أحضر إليكم لكن ظروف العمل تحضر لذلك على أي حال الحقيقة أخر كتابتي لهذا الكتاب عقدين من الزمن كما تعلمون ما بعد الصدمة تدوم لفترة طويلة وقد لا يشف الإنسان من الصدمة علاقتي بالمكان بحارة المغاربة بالتحديد علاقة عضوية ومعقدة وقصة شخصية أنا مسقط رأسي على بعد مائة متر من حارة المغاربة ودكان والدي كان عطارا في البلد القديم بالقدس لا يبعد أيضا عن حارة المغاربة مائة متر ومدرستي الأولى هي المدرسة الابتدائية كانت على الجدار الشمالي للمسجد الأقصى فكانت حارة المغاربة ممر اليومي وكانت ملعبي وجزء أساسي من طفولتي داخل حارة المغاربة وحولها وكنت شاهد عيام أيضا عام 1967 على تدمير الحارة وبالتالي كلما مسكت قلمي للكتابة والتأريخ لهذه الحارة كنت أخشى من عواطفي كنت أخشى أن يتحول الكتاب إلى تفريغ عاطفي إلى أن تملكت نفسي بعد فترة طويلة وعد أن خطط الرأس الشيب وقررت التأريخ لهذا المكان العزيز علي بشكل شخصي أنا أعرف الناس الذين كانوا يعيشون في حارة المغاربة الموضوع بالنسبة لي لم يكن دراسة أكاديمية محض كان الموضوع هو محاولة استحضار الناس واستحضار المكان والدمج بين الناس والمكان لأن لا فرق بينهما لأنهم شكلوا معا تاريخ متكامل المكان هو مكان لذاكرة تراكمت عبر قرون طويلة صحيح بأن موقع الحارة التي خصصت وأوقفت على المغاربة منذ نهاية القرن الثاني عشر للميلاد عبر أبن صلاح الدين الأيوب الملك العادل إلا أن العلاقة المغاربة بالقدس أعمق من ذلك ويخيل لي بأن قرب دمشق عاصمة الخلافة الأموية كان أحد أسباب ارتباط المغاربة بشكل مبكر بالقدس ويخيل لي بأن تقديس الحجة كان قد بدأ منذ فترة مبكرة لدى المغاربة قبل المشارقة واعتاد المغاربة إما الإحرام من القدس أو تقديس الحجة بعد العودة من مكة وبالتالي ارتبط هذا المكان بالمغاربة بأشكال متعددة قبل الفترة الأيوبية بكثير والدليل على ذلك أن بالفترة العباسية أما المدينة عدد كبير من قبار علماء العصر سواء من الأندلس أو من شمال إفريقيا وجاءوا ودرسوا في أروقة المسجد الأقصى أو درسوا في مدارس المدينة فتراكم هناك عبر العصور تراث مغاربة عميق جدا وبأشكال مختلفة منها النضال لتحرير القدس من يد الفرنجة حيث ساهم المغاربة بشكل فعال منها المجاورة في المسجد الأقصى منها الطلب العلم والتدريس في القدس ومنها بالتأكيد الإقامة طويلة الأمد والإندماج مع باقي السكان هذه هذه الأشكال المختلفة خلق التراث مغاربة كمكون أساسي من النسيج العمراني والنسيج الثقافي والنسيج الاجتماعي لمدينة القدس بحيث أن مدينة القدس اعتادت دائما على الوجود المغاربي فيها بغض النظر إن كان مؤقتا أو دائما وكلاهما ترافقا يعني في مجموعة شكلوا النواة المستمرة ومجموعة أخرى كانت تأتي لفترة أسبيع أو أشهر أو سنوات ثم تعود إلى المغرب ويحل محلها مجموعة أخرى وهكذا كانت العلاقة غير منقطعة بمعنى أنه لو قارننا تلك العلاقة مع أكراد القدس هناك مجموعة معتبرة من أصول كردية بالقدس لكنها حضرت إلى القدس وبقيت وبالتالي فقدت الاتصال بالوطن الأم في حين أن المغاربة في القدس كانوا على تواصل بأوطانهم الأم وبالتالي كان التجدد دائم وهناك عدد كبير من العائلات الفلسطينية سواء في القدس أو في غزة أو في نابلس أو في الخليل التي تعوج دورهم إلى أصول مغاربية بمعنى أن الموجود المغاربي في فلسطين لم يقتصر على القدس بل امتد على مختلف المدن والقرى الفلسطينية وفي كتاب أصدرته أيضاً عن المغاربة في القدس وليس حرط المغاربة عن المغاربة في القدس صدر عن بيت مال القدس الشريف في الرباط أعالج هذه المسألة من الأصول المغاربية لسكان فلسطين وبالتالي سكان المغرب والمغاربة كانوا مكون أساسي في كل فلسطين والحقيقة بأنه في أعمال كثيرة كتبت ونشرت لم يكن عملي هو الوحيد وبالتأكيد إضافة الأستاذ لمير هي مهمة جداً لكن كان عنا هناك عمل الأستاذ عبدالهادي التازي الذي فتح عيوننا على الكثير من الأمور المتعلقة بمغاربة القدس خاصة الرحلات العلمية كان في عنا الأستاذ عبدالرحمن المغربي الذي تحدث عن المغاربة في القدس بكتاب أيضاً محمد العلم الذي جمع وقفيات المغاربة في القدس والأستاذ موسى السرور الذي قام بتحديل بعض الوتائق الوقفية ذات العلاقة بالمغاربة بمعنى أصبح مكتبة الحقيقة استرية نسبياً لتوثيق العلاقة للمغاربة في مدينة القدس دعوني أقول بأن العمل على هذا الكتاب تطلب الحقيقة العودة إلى الوتائق الكثيرة ولا أدعي بأنني استطعت الوصول إلى كل الوتائق سجلات المحكمة الشرعية بالقدس امتدت منذ بدايات الفترة العثمانية بمعنى حوالي 1530 حتى نهاية القرن التاسع عشر وبتالي فيها حوالي 370 سنة من السجلات اليومية وفيها آلاف الوثائق آلاف الوثائق حول المغاربة في القدس بحيث نستطيع رسم شجرة أصول وأسماء العائلات ومن تولى وقف المغاربة وكيفية إدارة الأوقاف ومن أوقف على ماذا كل هذه المعلومات موجودة بكتافة جدا لا يخلو أسبوع بدون وجود وثيقة مغاربية في سجلات المحكمة الشرعية وبتالي لكم أن تتخيلوا إذا كان الأمر كذلك على مدار 370 عام عدد الوثائق المتوفرة وهي بحاجة إلى جهود جبارة لدرستها وتحليلها لكنها ممكن عبرها تتبع الوجود المغاربي على طوال الفترة العثمانية بدون توقف وهذا يجعل الأمر في غاية من الجمال لأنه بعبرها يمكن إعادة التركيب التركيب الاجتماعية والاقتصادية والعرقية والفقوية الطبقية للاجتماعات المغربية المختلفة في القدس هذا في كان الحقيقة هو عدم نسيان المكان بالعادة في أدبنا العربي المكان هو حيز غير تفصيلي حيز يكاد أن يضيع في ظل الكتاب الخطابية التي اعتدنا عليها باللغة العربية وبما أن خلفتي تأتي من خلفية الآثار وتاريخ العمارة حاولت أن أربط بين الإنسان والمكان المكان جرى تدميره كما علمتم خلال 48 ساعة كان قد مسح عن الأرض وأنا شاهدت الجرافات وهي تمسح آخر ما تبقى من حارة المغاربة وبالتالي حاولت عبر الكتاب هذا أن أعيد تركيب المكان يعني ريكونسركسيون للمكان بحيث أنه يستطيع الإنسان أن يزور المكان المتخيل اللي حاولت أحافظ عليه حتى لا يضيع في طيات النسيان عملية صعبة جدا خاصة وأنه نفتقد إلى الصور الصور غالبية صور جوية ولا يوجد صور للأزقة والحارات إلا ما استحضرته ذاكرتي معنا أن ذاكرتي بالمكان ساعدت كثير على محاولة استحضار المكان وإعادة تركيبه يبقى هناك أمامنا عمل شاق للحفاظ على هذه الذاكرة وأنا أتأمل بأنه سنستطيع قريبا بناء مجسم بأبعاد ثلاثية لحارة المغاربة حتى نستطيع وضعها كنموذج كموديل على الطاولة حتى تستطيع الأجيال القادمة أن تستحضر المكان حتى لا يضيع من الذاكرة المكان الحقيقة هو جزء مهم في الصراع يعني الصراعنا مع الحركة الصهيونية هو صراع أيضا مع الجرافة خلينا أذكر الإخوة الحضور بأنه الجرافات الإسرائيلية اقتلعت أكثر من 500 قرية فلسطينية بعد 48 يعني بعد حرب عام 1948 أنزلوا الجرافات إلى القرى والبلدات الفلسطينية في الأرض المحتلة عام 1948 ومسحوها على بكة أبيها بحيث لم يبقوا علىها شيء وبالتالي تجريف المكان وصحقه بأنياب الجرافات كان جزء أساسي من الاستراتيجية الصهيونية لفض العلاقة ما بين الإنسان والمكان وبما أن الصراع هو حول المكان وبالتالي كان لابد من تغيير مشهدية المكان حتى يستطيعوا محوه من ذاكرة الإنسان لحسن الحظ بأنه جيل كامل بعد ما تجرع الهزيم أبناء هذا الجيل استطاعوا أن يستحضروا المكان مرة أخرى حتى الآن كتب حوالي 120 كتاب حول ذاكرة المكان للقرى الفلسطينية المدمرة هذا يعني تم استحضار أو عادة تركيب 120 كتاب ل120 قرية فلسطينية حتى الآن والحبل على الجرار بمعنى أن العملية مستمرة لإسترداد المكان على الأقل على الورق حفظاً للذاكرة وبالتالي حفظاً أيضاً للحقوق الوطنية وبالتالي ما جرد في حارة المغاربة بالقدس هو استمرار للذهنية الإسرائيلية التي تريد أن تفصل الإنسان عن المكان وحتى لإثبات الحق التاريخي الوحيد وآخر تجليات الصراع في القدس هو خلق مدينة ما تحت المدينة المحاولات الإسرائيلية لتهويد وأسرة القدس القديمة فشلت ما زالت القدس اليوم الداخل إلى البلد القديم اللي هي جوهر الصراع يلحظ بأنها مدينة عربية يعني ليس بحاجة إلى دليل ليخبروا بذلك حتى لو كان الزائر جاي من السويد سيكتشف بسرعة بأنه في مدينة عربية وبالتالي ممكن القول أنه بعد أكثر من خمسة عقود على السيطرة والهيمن الإسرائيلية بكل الأدوات استطعنا الحفاظ على البلد القديم على أقل تقدير تسعين في المية من سكان البلد القديم اليوم ما زالوا عرب وبالتالي لجأت السلطات الإسرائيلية خلال العقود الأخيرة إلى حفر أنفاق تحت البلد القديم ونحن وتقدم في هذه الأنفاق رواية جديدة كاملة عن التاريخ اليهودي المتخيل في القدس القديمة وكل حجر قديم يربط بهذا أو ذاك من شخصيات العهد القديم والحقيقة هو أقرب إلى الكراكوز إلى المسرحية الخيالية لكن السائح الغريب القادم من أوروبا ولا من أمريكا لا يعلم كل هاي الصراع على الرواية وبالتالي يتم تجريع العالم بحقنا من المعلومات من أجل كسب تعاطفهم وتأييدهم للرواية الإسرائيلية إذن القدس فيها طبقات وطبقات من الصراع أشكال متلونة بألوان قوس القزح من الصراع حول المكان وحول السيطرة على المكان وحول رواية التاريخ المكان هذه قصتي مع هذا الكتاب شكرا 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 أستاذ نظمي على هذه الشهادة المؤثرة والعميقة والتي تذكرنا بالأساسيات في هذا الصراع ومن ضمن هذه الأساسيات هو أنه أن هذا الصراع هو صراع بين هوة محتلة تريد أن تفصل بين الإنسان والأمكنة التي صنعها عبر تاريخه الخاص أستاذ نظمي أريد في عجالة نختم بها تدخلك الكريم نريد أن واعتمادا على ما تفضلت به قبل قليل هناك اليوم إحصائيات تشير إلى أن 90% من سكان المدينة القديمة هم فلسطينيون وهناك جمعيات تشتغل بطريقة دقيقة للوصول ليس فقط إلى الأنفاق التي ذكرت ولكن أيضا إلى الوصول إلى تحطيم المسجد الأقصى نفسه في ضل هذه الأوضاع المتوترة والمنذرة بمآل صعب كيف يمكن أن نتصور حل الدولتين بينما العنصر الجوهري في الدولة الفلسطينية هو القدس والقدس هي ما تفضلت به من أشياء حقيقة مقلقة جدا وربما هي التي تهدد في العمق فكرة السلام العادل في هذه المنطقة تفضل أستاذ نظمي هل لدي ساعتين من الوقت ولا خمس دقائق طيب سأحاول أن أجز ساعتين عندما تأتي إلى المغرب فعلا إن شاء الله إن شاء الله في حقائق على الأرض عم تفرض نفسها الآن في أرض فلسطين بالمفهوم التاريخي أصبح عدد اليهود يساوي عدد الفلسطينيين داخل نفس الأرض يعني لم نعود أقلية ولم يعود أغلبية قد نكون أصبحنا أغلبية في القدس عام 1967 عندما فرض الاحتلال الإسرائيلي توحيد شطري المدينة تحت السيادة الإسرائيلية كانت نسبة الفلسطينيين 20% الآن أصبحت نسبة الفلسطين تجاوزت 40% تخيل بأن هناك عاصمة لدولة في العالم تعتبر 40% من سكانها أعداء أنا لا أعرف مثل هذه العاصمة في أي مكان في العالم الاحتلال الإسرائيلي لم يؤمن ويجب أن ندرك لم يؤمن ولا في في يوم من الأيام بحل الدولتين ولم يوافق على شكله ولا مرة من المرات وأنا أتحدث كإنسان شارك بالمفاوضات الاحتلال الإسرائيلي أقصى ما عنده هو حكم ذاتي للفلسطينيين لا يتعدى حقهم حقهم بجمع زبالتهم بنفسهم هذا أقصى حد مستوى بلديات لجمع الزبالة بأنفسنا وليس غير ذلك ومن يدعي بأن هناك أغلبية في إسرائيل تؤمن بحل الدولتين هذا تضليل هذا تضليل الآن مشروع حل الدولتين هو مشروع أممي صحيح بأن الفلسطينيين وافقوا على هذا المشروع الأمموي هذا المشروع الأممي وصحيح أن هناك أغلبية كانت هناك أغلبية بين الفلسطينيين التي آمنت بحل الدولتين لكن هذه الأغلبية قد تلاشت تدريجيا بفعل عظم الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية كيف نؤمن بأن هؤلاء يريدون أن يتوصلوا إلى حل دولتين ما دام كل يوم الأرض تسحب من تحت أقدامنا كيف يمكن أن يثبت هؤلاء وزجونهم تعج بالفلسطينيين في هذا العام لوحده تجاوز عدد من قتلوا من الفلسطينيين المائتين من ضمنهم 47 طفل الصراع أخذ منحة جديد ومختلف كليا المجتمع الإسرائيلي يزداد يمينيا ويزداد عنصريا وكل أسس النظام الفصل العنصري قد أسس لها قانونيا وعلى أرض الواقع أيضا وبالتالي نحن مقدم على مرحلة جديدة هذه المرحلة الجديدة بحاجة إلى استراتيجية جديدة أنا شخصيا بعدما آمنت لمدة ثلاثة عقود بحل الدولتين لم أعد أؤمن بها ليس بلأنني تغيرت فكريا لأن الجرافة الإسرائيلية غيرت رأيي مجرد أن أنظر من شباك شقتي أرى المستوطنات تحيط بكل جانب فكيف يمكن أن يتم التوصل إلى حل دولتين ما دامت الجرافات الإسرائيلية تستوطن الأراضي الفلسطينية وتتوسع على حساب الوجود الفلسطيني هذا الأمر بحاجة إلى إعادة تفكير جدية وأنا شخصيا أعتقد بأن الإسرائيليين قد دفنوا بوعي التام وبالتغطي التام إمكانية حل الدولتين شكرا أستاذ نظمي ولو أن النظرة الأخيرة نظرة مقلقة ومؤسفة لأنها تشاؤمية ولكن هو تشاؤم واقعي في نهاية المطاف هل هناك في القاعة من ليلى أحب تقولي كلمة شكرا لمؤسسة عبد الرحيم عبد ابو عبيد رحمه الله وشكرا لنظمي ولفنسان لأن أعتقد أن ما قلته محمد من قبل أن اليوم القدس هي في صميم الصراع لأنها فرضت نفسها في اتفاقيات أصله كما قال نظمي ونظمي متواضع لأنه لم يقل أنه كان من أهم المفاودين مع فيصل الحسيني عن وضع القدس وقيل وقيل أيامها أن ممكن أن نخترع سيادة فوق الأرض وسيادة تحت الأرض ونبني جسور لتسمح الحلول أن تتبنى موقف إسرائيلي وفلسطيني والحقيقة أن ما قاله نظمي هو صح إرادة الشعوب هي التي تفرض الوقائع يمكن أن تبني كل المستوطنات ممكن أن تدمر كثير من الأبنية ولكن إذا قرر شعب ما إن كان فلسطيني أو جزائري أو جنوب أفريقي أو فييتنامي أن يصمد 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 ببيت ولا بلا بيت اليوم كل يوم يهدمون بيوت في القدس وفي كل فلسطين والناس تبقى على الحجارة وتعمر بالأول خيمة ثم يأتون الجيران ويعطوهم بعض الحاجات لكي يعيشوا أعتقد أننا دخلنا في مرحلة جديدة تماما أولا لأن الحكم الإسرائيلي اليوم إسرائيل لم ترى مثله من قبل هو عنصري ويدعي العنصرية ويدافع العنصرية ويقول أن لا يعتقد هناك وزراء في الحكومة الجديدة لنتانياهو يقولون بكل صراحة ليس هناك شعب فلسطيني وليس مكان لأي شكل من التمثيل الفلسطيني ولكن ولكن أعتقد أن العمل الذي قام به فاسون وانا استمعت إليه الأمس بمركز جاك بيرك هو عمل مهم جدا لأنه يفتح المجال أن يدخل البحث العلمي أيضا في المجال السياسي لأنه ليس هناك إمكانية في صراع مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اللي هو ليس حرب نحن لدينا جيش لنكون حرب الحروب بين جيوش أو بين دول نحن لسنا دولة وليس لسنا جيش نحن قضية نحن قضية فلسطين وعمرها مئة عام لأنها باتت في 2020 مع الانتداب البريطاني أعتقد أن العمل التاريخي الذي يقوم به المؤرخون مثل نظمي أو مهم جدا لأنه يجب أن يكون قاعدة المفهوم السياسي ليس هناك سياسة دون مفهوم سياسي نحن في هذا الصراع ندخل في صراع له علاقة بالتاريخ وبالمستقبل ليس فقط بالتاريخ ولكن أيضا المستقبل وأعتقد أن نحن نعيش في نظام عالمي جديد وهنا لك كثير من الكتابات التي تساهم وما نعيشه اليوم هو برهان أن القواعد السياسية لم تعد صالحة يجب أن وأعتقد أن بهذا الجمهور الكثير ممن يستطيع المساهمة في تكوين مفاهيم جديدة لفهم السياسة والعمل السياسي والعمل البحثي الذي يسمح للشعوب العالم أن تبني مستقبل تعايش حقيقي وليس مسؤوليات الدول بما فيها الدول المجاورة في المتوسط كبيرة جدا بما فيها المغرب وأنا أشكر جزيلا فانسون ونظمي لأن بما أنني نصف مغربية من خلال زواجي أنني اكتشفت أن جذور العلاقات المغربية الفلسطينية عميقة جدا وأمل أن يتبع مثل نظمي وفانسون كثير من الشباب المغربية الذين يستطيعون العمل على هذا التاريخ سكرا سكرا لكم لدعوتهم